إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِدُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية نتناول فيها كتاب الدراسات الأدبية لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق المنهاج الليبي درسنا اليوم عزاء الطلاب في البلاغة العربية وهو تكملة لما بدأناه كنا قد انتهينا في الدرس الرابع من دروس البلاغة من بحث علم البيان واليوم ننتقل لنتعرف معا إلى العلم الثاني وهو علم البديع وفيه نتناول تعريف علم البديع وتسميته ونشأته إذن درس اليوم هو مقدمة لعلم البديع وقبل ذلك عزيزي الطالب لا بد من التوضيح لنقول البلاغة العربية كما مرت معنا تقسم إلى ثلاثة علوم العلم الأول هو علم البيان والعلم الثاني هو علم البديع والثالث علم المعاني إذن البلاغة العربية ثلاثة علوم البيان والبديع والمعاني أما المعاني فليس من مقرارنا لذلك اقتصرنا في ذكر هنا علم البيان وعلم البديع علم البيان تعلمناه في الدروس السابقة وعلم البديع هو بحثنا اليوم وللتذكير قلنا علم البيان هو وسيلة إلى تأدية المعنى بأساليب عدة البيان لغة كان كما مر معنا هو الإظهار والوضوح فهو وسيلة إلى إظهار المعنى تأدية المعنى باستخدام الأساليب العديدة منها التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز وهذه هي بحث علم البيان تناولنا فيها التشبيه والاستعارة وتركنا الكناية والمجاز لأنها ليست من البحث المطلوبة منكم في هذه السنة إذن علم البيان وزيلة إلى تأدية المعنى بأساليب عدة منها التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز أما بحثنا اليوم فهو في علم البديع فما تعريف علم البديع؟ وعلم يراد به تحسين الكلام وتزينه بألوان بديعية من الجمال المعنوي واللظي علم البيان يهتم بالمعنى إيصال المعنى إلى المتلقي إلى القارئ إيصال المعنى بالطرق التي ذكرناها التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز أما علم البديع فإنه يهتم بتحسين الكلام تزين الكلام هو علم يراد به تحسين الكلام وتزينه بألوان بديعية وهذه الألوان البديعية إما أن تكون من الجمال المعنوي أو الجمال اللظي أي إما بالمعنى أو أن يكون التزين باللظ نفسه بالمفردة نفسها إذن تعريف علم البديع هو علم يراد به تحسين الكلام وتزينه بألوان بديعية من الجمال المعنوي واللظي أتمنى أن تحفظها معي عزيزي الطالب هو علم يراد به تحسين الكلام أما علم البيان حتى نفرق بينهما علم يؤدي به المعنى بوسائل عديدة أو عدة وهي التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز هناك الغرض من علم البيان تأديت المعنى إذن الاهتمام بالمعنى دائما أما هنا الاهتمام بتحسين الكلام وتزينه وعلم يراد به تحسين الكلام وتزينه بألوان بديعية الألوان البديعية وهذا ما سنتعلمه الآن إما أن تكون من الجمال المعنوي أي المحسنات المعنوية أو اللظي أو كما نقول المحسنات اللظية والسؤال هنا يترى كيف نشأ علم البديع ومن الذي أسسه يقولون يعد الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز أول من قام بمحاولة جادة في سبيل تأسيس علم البديع وتحديد مباحثه إن كل علم يبدأ ببحوث متبعثرة هنا وهناك فنرى بحثا في هذا الكتاب وآخر في كتاب آخر وتتداخل البحوث وتكون مع علوم أخرى وهذا ما كان في البلاغة العربية في أول نشأتها فلم يكن لعلم البديع كتبا تختص به بل كان متداخلا مع علم البيان فنراه مرة في علم البيان ومرة مع غيره إلى أن جاء الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز فجعل من هذا العلم علم البديع علما مستقلا أي قام بمحاولة في سبيل تأسيس علم البديع وتحديد مباحثه وألف في ذلك كتابا سماه كتاب البديع أول كتاب إذن في علم البديع هو كتاب البديع للخليفة العباسي عبد الله بن المعتز إذن عزيزي الطالب يعد الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز أول من قام بمحاولة جادة في سبيل تأسيس علم البديع وتحديد مباحثه وقد ألف ابن المعتز في ذلك كتابا سماه كتاب البديع إذن الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز يعد مؤسس علم البديع وذلك في كتابه كتاب البديع أما ممن اهتموا بهذا العلم أي ممن عرفوا أنهم قد اهتموا بهذا العلم في مرحلة التأسيس وكان لهم دور في تكوين هذا العلم فمنهم قدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي إذن هؤلاء هم الذين عرفوا بأنهم اهتموا بعلم البديع في أول نشأته إذن نحفظهم عرفة ممن اهتموا بهذا العلم أي علم البديع قدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي هؤلاء هم الذين ساهموا في تأسيس هذا العلم وتركوا بصمات لا تنسى في هذا العلم ونظريات كثيرة ولو أننا دخلنا إلى المحسنات البديعية لوجدنا أنها تقسم قسمين المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية إذن عزيز الطالب علم البديع أي المحسنات البديعية تقسم قسمين سندرس في المحسنات البديعية نوعين وهما المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية أما المحسنات المعنوية هي التي يجب فيها مراعاة تحسين المعنى وتزيينه عندما نقول المعنوية أي أنها تهتم بالمعنى هي التي يجب فيها مراعاة تحسين المعنى فيأتي بالطباق مثلا وهو التضاد أي الكلمة وضدها في المعنى كأن يقول ليل ونهار كان يقول فرح وحزين كان يقول طويل وقصير وغيرها من الكلمات المتضادة التي تجمل المعنى وتزيينه إذن المحسنات المعنوية تهتم بالمعنى وهذا السؤال قد يأتيك صل بين العمود الأول وما يقابله من العمود الثاني فيكتب لك في الأول المحسنات المعنوية ثم ينتقل إلى العمود الثاني ويكتب يجب فيها مراعاة تحسين المعنى وتزيينه المفتاح في الإجابة عن هذا السؤال هو كلمة المعنى فالمحسنات المعنوية تهتم بالمعنى واللغضية تهتم باللغض إذن المحسنات المعنوية التي يجب فيها مراعاة تحسين المعنى وتزيينه ومن مباحثها أي ومن الدروس التي تختص بالمعنى في المحسنات البديعية الطباق والمقابلة والمبالغة والتورية الطباق والمقابلة والمبالغة والتورية غير أننا لن نتناول في هذه الدروس غير الطباق والمقابلة وأما المبالغة والتورية فهي غير مقررة في كتابكم لهذه السنة أما المحسنات اللفظية المفتاح فيها كلمة اللفظية أي تحسين اللفظ المحسنات المعنوية مراعاة تحسين المعنى المحسنات اللفظية مراعاة تحسين اللفظ إذن المحسنات اللفظية عزيزي الطالب هي التي يجب فيها مراعاة تحسين اللفظ وتزيينه يهتم بها الكاتب باللفظ فيأتي بالجناس مثلا الجناس كما في قولنا أو كما في قولهم حيهم ما دمت في حيهم ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وغيرها من الجناس التام أي أن يأتي بكلمتين بلفظ واحد ولكن بمعنيين مختلفين فحيهم ما دمت في حيهم حيهم الأولى من التحية وحيهم الثانية يراد بها المكان الذي يعيشون فيه إذن المحسنات اللفظية هي التي يجب فيها مراعاة تحسين اللفظ وتزيينه ومن مباحثها الجناس والسجع ورد الأعجاز على الصدور وغيرها وما نتعلمه في هذه السنة فقط الجناس أما ما تبقى السجع ورد الأعجاز على الصدور وغيرها فليست من المباحث المطلوبة منا في هذه السنة لذلك نقتصر أيضا في المحسنات اللفظية على الجناس إذن عزيزي الطالب هذا ما يمكن أن نقدمه لعلم البديع في هذا الدرس وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم أشكر لكم متابعتكم وإلى لقاء جديد في درس جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لغة العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي لغة العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي لغة القرآن وخير نبي سكنها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكنها الروح كما أمي لغة العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي لغة القرآن وخير نبي سكنها الروح كما أمي